مساء الفول. النهار ده هنتكلم عن اغنية استمارة ستة لراغب علامة لسه نزلة من شوية. وكت برة. ويعني مش عارف مفيش وقت حتى اكل. اول يعني في اسبوع يا جماعة اسبوع اللي انا فيه في مصر. كمية اغاني نزلت يعني الناس سخنت مرة واحدة. مهم الاغنية من كلمات نادر عبدالله الحان محمود خيامي توزيع تومة. والاغنية متصورة فيديو كليب. وعشان نكون صراحة انا بحب راغب علامة. صراحة انا شخص بحب راغب علامة جدا. كواحد يعني برنس. زي ما هو. مهما يعمل. كلام الاغنية نادر عبدالله من شعره برضو الجمدين جدا. اللي مش واخدين حقهم على فكرة. يعني ده شاعر مش واخد حقه. شاعر بيعمل اغاني ومفرداته. شاعر تقيل قوي. وتقريبا من النوادر اللي انا نشوف بيعمل اغنية من النوع ده. وبرغم كده انا شايف اغنية موفقة جدا. اغنية مفرداتها والقافية بتاعتها. في حاجات حاجات جديدة. حاجات عارفين? عارفين انتو? الاغنية لما بسمعها دايما ما بسمعهاش بتحنيكة. فاهمين? اللي هو مش يا ترى بقى. لا. دايما ببقى عمل كده ايه? من وانا عندي عشر اتنشر سنة. اللي هو مستني بقى الاغنية الجملة دي القافية بتاعتها. هل انا هعرفها الجاية دي? هعرفها يعني مسلا يا حبيبي حبك هلاك حبيتك وانت اعتبقى ايه? اعتبقى ايه? ملاك. فانا مستني ملاك. لو طالح حاجة تانية يبقى انت معلم بقى. هي دي القافية وهي دي اللي كنت دايما بنتظر الاغنية يبقى شكلها عامل ازاي? فلما حد بيعمل حاجة مختلفة زي اعمل بقى اتقمر طبعا. فنادر عبدالله من نعاية الناس دي. محمود خيامي لسه كنا متكلمين عنه. ومحمود خيامي انا بشوف ان هو برضو ملحن من الملحنين الاقوية. ملحنين لهم بصمة. لسه النهاردة. النهاردة يوم محمود خيامي سبحان الله. واخدوا بالكم من حاجة خيامي تيل يعني خيامي بيعمل اغاني. انا بشوف ان هي جامدة. واكتبوا كده اغاني الملحن محمود خيامي. هتلاقوا اغاني على فكرة حلوة جدا. مش هزدخلوا ان هو العامل الاغاني دي من زمان. ثم طبعا لا غبار عليه ولا كلام فيه يعني اتكلمنا بما فيه الكفاية وهو ممكن لو شافني يعني هيزهق. فطبعا من الناس اللي هو انت بتديره اغنية مقسوم بس وتقوم تمشي. يعني ده اغنية جاية مش هفقية كلام والله سلام عليك ويمشي. اه ودي ودي حرفة يا جماعة مهما كان برضو الموضوع فيه ناس تقول ايه? طبعا يا عمي بيعمل مقسوم بس. لا عارف اجنة مش بيعمل ولكن انا بشوف انه انت متميز في حتة برضو. اه تاني هقول راغب علامة بالنسبة لي لبل يعني يعني قارفين انتو براند راغب علامة. يعني انا بشوف برضو راغب علامة من المطربين اللي لسه على الساحة وده صعب جدا ان انت كل ساعة الساحة ومش اللي هو ايه بتدي اربع خمس ستة عشر اغاني في السيزن لا. انت ممكن اغنيتين تلاتة بس. وساعات ما بتديش خالص. بس ساعات ما بتحطش اغاني خالص. فانا انا انا من الناس من من معجبين ومن فانز اه اللي راغب علامة لنجوميته الكبيرة واستمردييته لحد دلوقتي الناس بتحب راغب علامة. بس ده اللي عندي النهاردة قوليه رأيكم في الاغنية ايه? الكليب عادي يعني الكليب بس الجزء اللي في الاول ده مش عارف حد بيدرب ايه والبت ضربته ايه يعني انا كنت تفكروا اعلام في الاول يعني كنت تفكروا اغنية لسا ما بدأيتش بس ماشي. اه ده اللي كان عندي نهاردة اسمها الاغنية اولو رأيكم فيها ايه? بقى الاغاني حاضر حاضر حاضر. اه لانه في اغنية محمود العسلي عليها كلام كتير اوي لازم اتكلمه. زعل. اللي هي لفت دماغي لفت. اللي هي دم دم. يعني دم اسمع. بس ده اللي عندي نهاردة اشوفكم فيديو جديد. سلم.